السلام عليكم مدرب المهارات معاذ الشحمة عن شو رح نتكلم خلال هذا الفيديو من العنوان الساس شو هو الساس تنسيق المتقدم او المتطور رح نعطي مثال ونطبق عملي ونشرح موضوع الساس خلال هذا الفيديو الساس نروح على موقع الساس نكتب ساس لانك داش لانك دوت كوم هذا الموقع الرسمي للساس الساس هو الاكثر الماتور ستيبل و بورفول بروفيشينال جريد سيس اس لاحقة سيس اس اللغة بالعالم ستيبل مستقرة قوية احترافية وايضا متجور شو ميزات الساس الساس مع الساس متوافقة تماما مع الساس مع كل النسخ من الساس ايضا فتشور ريتش غنية بالميزات ايضا الماتشور هي نشيطة وبتدعم تقريبا 14 سنة من قبل الفريق اندستري ابروفيد مقبولة من المصانع ايضا الشركات تختار الساس شكلت مجتمع كبير ضخم ايضا هي بيئة تطوير الكمباس البوربون والسوسي ايضا هي اسماء فقط الساس من 2006 الى 2021 بنت مجتمع بداية بالموقع الرئيسية تحميل الساس بسيط جدا عندي اما بالكوماند لاين او بالابليكيشنز للماك للويندوز للينكس بتقدر تحمله بكل سهولة ايضا عن طريق اللي هو الكوماند لاين بتقدر تحمل مكتبة الساس الساس تعلم الاساسيات في عندي بري بروسيسينك في عندي موضوع الواتش للساس راح نشوفه في التطبيق العملي المتغيرات شوف الفرق بين الساس والساس انه الفرق هنا في عندي سيمي كولون والكرلي بريسيس بالساس بينما الساس استغنوا عن كل هاي المواضيع سيمي كوني وصارت اقرب لغة البايثون طرحنا دورة كاملة بقوام تشغيل تقدر ترجع لها ايضا قدمنا دورة كاملة بالساس اس تقدر ترجع لها بشكل مفصل أكثر من اربعين فيديو شرحنا فيها الساس اس بشكل مفصل بشكل مفصل بشكل مفصل بشكل مفصل ايضا الساس العادي سيكون بهذا الشكل بينما الساس والساس بمتغيرات ايضا امور ثانية متقدمة سيجي لها بالشرح نستينج نستينج لا يوجد الموضوع يوجد الموضوع الموضوع يوجد الموضوع يوجد الموضوع هذا الشيء لم يكن موجود بالساس اس الموضوع لديو الاي هذا تستغنين عن موضوع عادة تكرار بالسيسس العادي أيضا بارتشيلز الموديولز موجودة نقدر نعمل موديولز اليوز أيضا بينما بالسيسس بدك تكتب كامل الموضوع أيضا في عندي الميكسينز موضوع متقدم بالساس موجود ميكسينز ونضع له إنكلود نقدر نستورد الميكسينز الميكسينز هو عبارة عن مجموعة من الفنكشنات ورح نأتي له بالتطبيق العمليين نشرحه أيضا في عندي الوراثة موجودة بالساس هذا الشيء مش موجودة أبدا بالسيسس الوراثة بتمددها أيان عندي موضوع الوبريترز هذا ما مكانش موجود بالسيسس شايفي عندي باقي القسمة ضرب أستر سيكس كل العمليات الرياضية موجودة بالسيسس أو بالساس طبعا في منتدى كمان للساس بتقدر تفوت عليه تتطلع مهم جدا بالساس بشرح لك كل موضوع للعمليات الساس في عندي هي لغة تنسيق مع التمدد أو تنفذ السيسس تسمح لك أنك تستخدم متغيرات منستد رولز بكسنز وفونكشنز أيضا كثير أمور ثانية متوافقة تماما مع السيسس بتساعد بالحفاظ عليها ستالشيت كبيرة أو ضخمة هذا راح نجي لموضوع الورلوب الكونديشنز كلها موجودة بالساس بتوفر عليك جهد كبير جدا بالسيسس عندي السينتاكس العادي للساس هو بهذا الشكل بيكون عندي الآن نقطتين هي عبارة عن أنه بدل ما عادي الموضوع نفسه لا بقول له عندي نقطتين فكانني عملت نفس اللي نحن فيه الـ class أو الـ id أيضا عندي intended syntax موجود في عندي parsing style sheet بنقدر نمرر style sheet في عندي اخطاء parsing تركيب لـ style sheet التعليقات يعبار عن شرطين أو شرطة ونجمة ومنذكرها إذن موضوع مشابه لل CSS بموضوع التعليقات شايف عندي الـ function شلو تنكتب at كل شي طبعا لازم at بالساس الـ for loop at نحط لها نفس العملية return في عندي special functions خاصة url عندي أيضا calc element expression كل زودتنا في اساس ما كانت موجودة بـ CSS minimal max أيضا كثير أمور في عندي قواعد بالتنسيق تعريف المتغيرات listing داخل بعض selectors أيضا combinators interpolation أيضا عندي البروبرتي declaration تعريف الخصائص شايف هذا الشكل نقدر نعرف الخصائص أيضا عندي hidden declaration تعريف مخفي ملاحظ هنا أيضا عندي parent selector اللي هو add اللي حكينا عنها أنت يعني كان حطيت alert نقطين over أنت إذا شفنا CSS ملاحظ أنه alert over هذا الشي ليس بحاجة لنكرر نفس الاسم class بس نحط and مزاننا داخل class suffix أيضا sas script placeholder selector أيضا عندي موضوع المتغيرات موضوع مهم نحط علامة dollar الخ الخ كمان نعدي الانتربوليشن يلي هو منقدر نبني او نستخدم تعمير بنعمله داخل هذا الشيء وهو هاش كيرل بريسيز ومسكّل كيرل بريسيز يعني هذا المثال شوف عندي هون طبعا هو اللي جبناه من البرامتر ايضا عندي سكريبت نستخدمه 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 ثم نستخدمه ثم نستخدمه تقريبا مبادئ المرمجية تقدر تطبقها بالساس على اكسس يلي هو محدود جدا ومقيد عندي فنكشنات كثير مثل ما اتفقنا عنه في بهذه بعدين تكتب اسم الـ او الـ 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 الفورورد والمبورد والاكل سنوار بعض المال البيج الفور و الوال الى الاخرية الميديا سمبورتز عندي اليوز بتقدر تستخدم ميكسينز شايف عندي هون تستخدم بس تقولوا يوز هدول الاثنين انت استوردت هدول كل هن بالكود تبعك ايضا الميكسينز نفس العملية بدك تحط بس انكلود راوندد كورنر راوندد ايضا عندي النام سبيس في عندي الفورورت ايضا اللي هي الامبورت يعني بدك تجزئ ملف التنسيق تبعك لملفات ثانية بلاحظ هون عندي اندرسكور قبل الكود مشان لما تعمل تنفيذ الاساس بحولك الاساس راح نشوفه بالتنفيذ العملي لما تحوله الاساس انت هون ما حولت هذا الكود بس جبت اللي بداخله يعني بمعنى انك حطيت كل ملفات الفرعية بملف تنسيق واحد وانت وانت شو ما وانت كنت مجزء والساس شايف هون لاحظ انه استوردنا فونديشن لست والكود ولاحظ هون بدون لا الاندرسكور ولا لاحقة بس اسم الملف بالاستيراد ايضا عندي عندي هو الامبورت في عندي الميكسينز كمان موضوع متقدم بالساس شوي ميكسينز والانكلود شايف ميكسينز سميت ميكسينز ما سميت ميكسينز ثانية بجرد ان أقول له include horizontal list راح تجاب لي كل شي داخل horizontal list طيب داخل horizontal list include ثاني جاب لي كل شي داخل horizontal list فقط بالسطر هاد ايضا عندي متغيرات الفونكشن عندي كمان موضوع مهم بالاساس يعني بختصر كودي بقدر الامكان بفونكشنات شايف عندي باور بايز اكسبونات هون في عندي فورلوب وريتيرن هون بس بحط له اسم الفونكشن فقط هو عطاني كل شي النتائج بدي ايضا عندي هون من اللي هو طبعا هاد راح يوفر عليك كود كبير جدا من وضوع هاد كمان عندي موضوع ريتيرن في عندي الاكستند اتمدد بالوراثة طبعا شرحناه بدورات مستقلة تقدر ترجع لها سواء بالبيتش بي او بغيرها من لغات البرمجة نفس الفكرة بتقدر تطبقها بالاساس يعني عندي هون مثلا ارور سيريس ارور اندي هاد باقول له بدي امدد الارور استنز ارور معناته جاب لي كل شي داخل الارور وضاف لي عليها بوردر ويث نفس العملية طبعا بتقدر تقرأ الشرح التفصيلي هاد بتستفيد اكثر بالدكومنتيشن تبع الساس موجود شرح مفصل لكل الفنكشنات هاي بشكل مفصل بتقدر ترجع له طبعا موقع saslang.com انت دائما اخذ المعلومة من مصدرها فبعطيك موضع الارور عندي نفس الشي في فونكشن اسمها الارور ايضا عندي الوارن الديبيوك الاتروت وايضا عندي موضوع فونكشن اسمها اتروت في عندي الفلو كونترول هدول مهمين جدا بالساس في عندي الاف كونديشنز شروط ايضا الاتش هي بغير لغات برمج اسمها فور ايتش اذا ما كنت عارف عدد اللفات ايضا عندي الفور لوب والوايل لوب بشرط معين الاف والالس عندي هون مثلا عندي افاتار وعرض ارتفاع اذا كان سيركل اعطي بوردر راديوس انكلود الافاتار سيركل فولس لاحظ هون سيركل ترو فبالتالي اعطاه نفس السايز على اثنين اعطاه راديوس طبعا لاحظ جمالية الكود هون بالمنظوع يعني انت هون عرفت افاتار اين كان بعدين عرفت العرض والارتفاع وايضا عرفت اذا كان دائرة فاعطيه انحناب الزوايا والالس كمان عندي موجودة فإن هو لايثثيم اذا كان داركثيم اعطيه متغيرات الالكثيم اذا كان داركثيم اعطيه متغيرات الالكثيم البانر نفس العملية أيضاً موجودة مثل ما ذكرنا نستخدمها مع المابز أيضاً المابز هي مثل ما قلنا بدورات سابقة هي بتتعاملك مع الجسون مثلاً أو الأوبجيكتس هي عندك key value كي value أنت مش عارف العدد مثلاً كي value start stop فأنت هون بدك name glyph نغيقونس name value فهون نعرف key value وفات باللف يكون before display family glyphs destruction أيضاً في عندي for loop أيضاً بسون أنت عارف عدد اللفات from 1 through 3 أيضاً عندي while loop في عندي شرط معين لل while loop بعدين بيطلع while value أكبر من base اعمل بعدين ريتين اطلع من السيس اس في عندي قوانين كمان كانت موجودة font face name space counter style الميديا موجودة أيضاً عندي الميديا supports key frames أيضاً في عندي تقدر تطبق العمليات الرياضية الارثمتك كلها بكل بساطة بساس أيضاً عندي الأرقام مثلاً وحدات قياس نسب المئوية strings النصوص أيضاً عندي colors الألوان نسبة القوائم أيضاً المابس اللي يقولنا عليها key value و الترو الفولس كلها موجودة بالساس النل كمان تقدر تستخدم النل نسبة وهنا أيضاً الـ functions موجودة بالساس عندي العوامل أيضاً موجودة بالساس ضرب قسمة باقي قسمة جمع الطرح أكبر أكبر يساوي أصغر أصغر يساوي مساواة وعدم مساواة الآن or operation كلها موجودة ما الفرق بين الـ يساوي والثلاث يساويات عندي الـ بينما الثلاث يساويات بالقيمة وبالنوع المتغير ذكرناها كثير جداً بلغات البرمجة عندي quality operator أيضاً يساوي النط يساوي relational العلاقات أيضاً أكبر أصغر وهكذا numeric الأرقام جمع الطرح قسمة الغرب كله موجود النصوص البوليون كلها تستطيع تعمل عليها العمليات الرياضية والحسابية أيضاً عندي true and or أيضاً في عندي build in modules موجودة بالساس الماث string color list الماث selector المتا موجودة بالساس الماث أيضاً اليست موجودة الماث أيضاً الماث أيضاً كلها موجودة المتة والسيلكتر والسترينج بس بتحط له اسم نقطة Unique ID نقطة lowercase to lowercase كلها موجود نقطة تغييرات تغييرات الاساس وحدات الألوان colors تغييرات تغييرات تستخدم تغييرات 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 تستخدم تغييرات تستخدم دارت لغة كوجل المشهورة في فيديو كامل تستخدم الابي اي تبع الجافا سكريبت طبعا اذا بدأت فهم شو يعني الابي اي كمان قدمنا فيديو كامل بشرح الابي اي بشكل مفصل موضوع الابي اي عندي نود ساس ساس دارت ساس استخدام رندر سينك ركوير الرندر ايضا موجود 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 جافا سكريبت ايضا قدمنا دور كامل بالجافا سكريبت بشكل مفصل جافا سكريبت طرحنا فيديو كامل بموضوع نود جي اس بتقدر ترجع له فيديو مفصل بيشرح شو موضوع نود جي اس بالباك اند نود جي اس والاكسبريس اليوم يعني طفرة صحيح وهو صار له تقريبا عشر سنوات نود جي اس ظهر وانما اعمل طفرة بموضوع 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 نود جي اس بموضوع بموضوع نود جي اس نود جي اس نود جي اس بموضوع نود جي اس نبدأ يطول كامل وبموضوع كامل ليس بموضوع الشرط انه يدعم نعمل الـ style الساس نعمل الـ SASS نعمل الـ لدينا نعمل الـ الـ SASS Compailer هذا الـ الـ بكيش تدعم موضوع الـ SASS ونعمل ويعمل واتش ويحول لك ملفات الـ SASS لـ SASS الـ HTML لا يقرأ ولكن يقرأ CSS هناك ضروري انك تعمل تحويل من الـ SASS أو الـ SASS لـ SASS هذا الموضوع هو الـ plugin يعمل لك هنا لاحظ عندي مثلاً الماب هذا قول ما بدنا شيئا في عندي الـ SASS لاحظون خليني أحذف كل موضوع وقوم بالـ SASS دعني اعمله الـ SASS ويقوم بالـ SASS الـ SASS إذا عرفت متغيرات هذا شيء لا يوجد موضوع نهائياً بالـ SASS ومعك تفصل بمرفات مستقلة يعني هون مثلاً خليني أسمي New File خليني أسمي مثلاً Vars CSS مثلاً خليني أضع هيو المتغيرات كلها هاي وهون شو بعمل بالإمبورت مجرد أقول له import import بس بحطله اسم الملف فقط هيك قريب أكون استوردت المتغيرات خلينا نشوف على المثال العملي watch طبعاً هون لما عمل لي watch شو صار عندي هون في عندي compilation error ما لقاش الفارز board طبعاً لأنه برا هون خليني بس أحطه داخل الملف move نعم الآن لو نعمل watch مرة ثانية الآن جابه نعم لو رحنا على CSS هو نلاحظ أنه فعلاً جاب الملفات جابه ملف مستقل اسمه بمجرد بس كتبنا له import فارز طبعاً الفضل تحط كل شيء import فارز الفارز تعمل يعني for more readable خلينا نقول colors colors مثلاً عندي هون colors مثلاً عندي هون خلينا نقول fonts 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 مثلاً font sizes مثلاً مثلاً يعني بس بشانا يكون more readable طبعاً التعليقات ما بيقرها في CSS يعني هون لو عملنا watch شايف ما حطلي شيء تعليقات بس حطلي ملف CSS أيضاً عندي هون شايف عندي هون مثلاً margin 0 شايف بحط له بس اسم المتغير بجيب لي center 2 مثلاً هون 80 بيكسل خلينا نحطها بمتغير تمام plus sizes تحديد مثلاً ملف مثلاً اضحة مثلاً اضحة 1 بمتغير بحطه بجيب لي لانه ما فيش لازم اضع لهم دولار ساين فجابه اذا عندي البوردر راديوس خمستاشر بكسل حن موجود عندي هون بحطه هون عندي ايضا عندي هون خمستاشر بكسل بادينج طبعا انت بتقدر تشتغل على الموضوع هاد اكثر من هيك يعني هون مثلا قلنا نقول بادينج برايماري بادينج بادينج مثلا يعني بنروح لهون بنشيل بادينج خمسين بكسل بنحطه هون لاحظة احنا عملكتهم سيس اس عادي ما في يعني ما بيفرق سيس بينما في عندي تنظيم للكود في عندي امور جميلة جدا بموضوع الساس ثلاثين بكسل ايضا عندي هون مارقن واحد مارقن ثانين ايا كان لو رحنا على الستايل هون لهذا عندي هيدر كونتينر استوردنا طبعاً شوهر السيس اس العادي ليس للساس السيس اس العادي هاد لأنه هاد بتعرف حليه الاتشتيب ميل هيدر كونتينر في عندي هيدر واحد في عندي تيكست لو رحنا على المتصفح دعنا نشوف نلاحظ انه كله تمام وما اخذ كل شي تنسيق نلاحظ هون حلاوة التعديل لما تيجي تعدل مثلاً دعنا نشوف دعنا نشوف هون بداية اعدل ب الوان مثلاً دعنا نروح الى مثلاً على المتغيرات دعنا نغير هذا اللون مثلاً ملاحظوا انه هون عندي مميزات جميلة في الموضوع شاهد مباشرةً بيعدل لك وهون انت عدلت مكان واحد اعدل لك تقريباً كل الـ تخيل انت عندك مثلاً يعني امبليكيشن ضخم عندك شي 200-300 نص 300 صورة 300 خلفية او اطار تخيل انت قديش وفرت على حالك المجهود هنجي هون مثلاً هذا الـ background خلينا نقول هيك مثلاً يعني تعديل فوري باشرةً بتعدل معك لاحظ هون باشرةً تعدل خلينا نغير مثلاً خلينا نغير مثلاً الخطات خليه 30 بيكسل لاحظ عندي مباشرةً تغير الموضوع هاي حلاوة الساس خلينا نقول مثلاً في عندي هون يلي هو مثلاً خلينا نسمي مارجنز مثلاً مارجنز مثلاً مارجنز مثلاً ساس هون مثلاً خلينا نقول انه عندي فور ايتش او مثلاً خليها فور ايتش انهيو في الشاشة المارجنز المارجنز فور ايتش المارجنز خليها مارجنز لشياء المارجنز هذه خلينا فور ايتش مثلاً الفار طبعاً لازم لما ننسى دولار ساين بكسل مثلاً منلاحظ هون إذا رحنا على طبعاً هون بعد ما صار شي ليش لأنه بعد ما عملنا الاستيراد نرجع الاساس هون نستورد الملف 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 بعد ما نيجي لهون نقول له أنه طبعاً هون إذا قلنا for loop بس أنا عندي هون تمام خلينا نعمل داخل المارغن فونكشن خلينا نسميها generate مارغن مثلاً مارغن وبتأخذ لي اللي هي الـ أو خليني أقول بتأخذ مثلاً هون تأخذ هون هون يلي هو قيمة مثلاً على التعين أو رقم number number هذا النمبر عندي هون منمر بالفتلة هون في عندي شرط إذا كان إذا كان عندي النمبر هاد إذا قلنا عندي النمبر بساوي الـ var اللي هي نحن باللفف تبعها إذا كان بساوي الـ var نعطيني المارغن مارغن طبعاً هون شو الـ error بقولي هون انه صار في عندي error هون compilation error تماماً لو رحنا على اللي هو الـ function خلينا نروح الـ function خلينا نروح عندي for loop exponent exponent هي هي اللي جبناها أيضاً عندي هون result والبيز أيضاً اللي جبناها مفوق return في عندي return هي بترجع النتيجة ثم نرجع هون خلينا نقول انه هذا الـ f كذا فبالتالي رجع رجع لي return return ترجع المارغن و ترجع المارغن 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 يحصل من 1 لـ و ترجع المارغن هذه هي جميلة نستخدمها باور يأخذ باور 4 3 عرف متغير يلف على المتغير ثم يضرب المتغير بالبيز فلوتلفت ومارغنلفت يعطي هذا المتغير داخل الهدر سأضرب المتغير كبار اضرب المتغير السايد الوار هم يقول انه مش معرف السايد بار سوف نعود القيمة سوف نعود القيمة سوف نعود القيمة السايد السايد سوف نعود ال 않 سوف نعود الان سوف نعود قيمة سوف نعود ونرجع الريزولت الريزولت هاي او مارقين مارقين ناخد اسم الفونكشن نروح على style عندي العدر دعنا نشيل المارقين هاي للكونتينر مثلا دعنا نشيل المارقين وبحط له اسم الفونكشن مارقين وبحط له رقم هون مثلا عندي خلينا نقول مارقين ثنين ضرب يعني هون طبعا عمليات الضرب والقسم كل العمليات الرياضية نقدر نستخدمها ضرب واحد بيكسل نرجع نرجع لهون ايضا خلينا نشوف هل يوجد مشاكل ضرب واحد بيكسل خلينا نرجع للمتصفح نشوف شو صار معنا عندي عندي الكونتينر خليني اعطي لون مشان نبين معي كونتينر باكجروند مثلا كالر خليني اعطيه بنك تمام اذا اخد يلي هو جينريتد ستايل الكونتينر جاب 64 بيكسل هون عندي مثلا خليني اغير مارقين خلي يكون واحد لو رحنا على الستايل لاحظ عندي هون مارقين واحد لو رجعنا على الستايل مارقين خليه ثلاث ثلاث لو رجعنا على الستايل سبعمية تسعة وعشرين ليش لانه هون عم بيعمل ضرب البيز ست مرات خلينا خلينا اقول مثلا ضرب اثنين ملاحظ انه صار تسعة يعني ثلاث ضرب ثلاث ضرب عرفت فنكشن مستقلة ومستقلة بملف مستقل واستوردته فبالتالي استخدمه وعملت عليه ضرب بالبكسل فاعطاني النتيجة ضرب للقيمتين ورجع للنتيجة بالبكسل اذا اخدنا لمحة سريعة عن الساس موضوع الساس طبعا لو قبل الاساس كنت مستخدم الساس الآن مع الساس ما عد نهائيا ارجعنا موضوع الساس يعني تقدم رهيب جدا سلوء سلاسة بالتعامل مع الكود سهولة جدا تسهيل بموضوع الكود التنسيق الفرونت انت طبعا سيستفيد جدا بالموضوع الساس بيختصر عليه الجهد ضخم جدا بالتنسيق طبعا حتى اذا ارجعنا مثلا مكتبات ضخمة كلها تقريبا تستخدم الساس مثلا البوتستريب طرحنا فيه فيديو كامل يشرح موضوع البوتستريب اغلب البوتستريب هو ساس يعني يبرمج الكود التنسيق عن طريق الساس طبعا هذا بوفر عليك جهد كبير جدا ماذا ما شفنا فورلوب كل هذا بوفره موضوع الساس بينما انت كنت بدك تكتب هذا الموضوع بشكل يدوي كل واحدة لحالها شوفون قديش وفرت على حالك مجهود كبير جدا بدك تعدل بدك تعدل بمكان واحد بدك تعدل بكل الكود اوتوماتيك تنظيم الكود جمالية الكود كل المواضيع هاي موجودة بالساس بمجهود في هذا الفيديو سننطق سننطق قواعد سننطق 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 سنطق 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 تمديد الوراثة تمديد الوراثة تكلمنا عن flow control مهم جداً في شروط في شغالات من السيسس خلوها بالساس المتغيرات تقدر عليها من عمليات رياضية منطقية وعندي العوامل المساواة هذا المساواة كلها موجودة بالساس هذا كان فيديو عن الساس تحياتي مدرب المهارات معاذ الشحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته